يبدو أن المشهد في العراق لن يقبل على تغييرات جوهرية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة فمع اقتراب موعدها تزداد الصراعات بين الكتل السياسية المتسابقة على المقاعد البرلمانية لسيما التحالفات التي تضم كتلا تابعة لميليشيا الحشد مصادر سياسية كشفت عن وجود مباحثات وصلت إلى مراحل متقدمة بين قادة الأحزاب والكتل السياسية التي انسحبت مؤخرا من تحالف النصر الانتخابي الذي يقوده لعبادي الساعات الأخيرة شهدت لقاءات مكثفة جمعت قيادات في تحالفي الفتح بزعامة رئيس ميليشيا بدرهاد العامري وتيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم الذين يضمان عددا من الميليشيات وذلك لمناقشة إمكانية الدخول بقائمة انتخابية واحدة تنافس قائمة لعبادي القائمة المخطط لتشكيلها ستشمل عددا من الأحزاب الصغيرات الأخرى فضلا عن برلمانيين سبق أن قرروا خوض الانتخابات بالتحالف مع العبادي لكنهم انقلبوا عليه أخيرا استجابة لضغوط مارسها عليهم المالكي الذي قرر خوض الانتخابات بتحالفه السابق ائتلاف دولة القانون المالكي الذي أصبح غير قابل للتسويق بالنسبة للكتل السياسية بفعل حصيلة سنوات حكمه الكارثية لم يعود المنافسة الأولى للعبادي في الانتخابات المقبلة بل إن قادة ميليشيا الحشد المدعومين من إيران هم أقوى المنافسين لها فلم يخفي قادة ميليشيا الحشد طموحاتهم في الفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة وتولي منصب رئاسة الوزراء الذي كان لسنوات مضت هدف المالك الأول تبينت ردود الأفعال حول تلك التحالفات بين الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية إلا أن السمة الأبرز الجامعة لردود الفعل تلك هي الاستياء الشعبي العام من تكرار الوجوه القديمة المحتكرة للمشهد السياسي في البلاد منذ عام 2003 بالإضافة إلى تشرذم وتفكك التحالفات داخل المكون الواحد بل وحتى الحزب الواحد في بعض الأحيان على الرغم من الضغط الإقليمي الداعي لإعادة توحيد صفوفها